وبتعمل ايه الدولة النهاردة ايه النقل اللي احنا فيها النقل اللي احنا فيها النهاردة كنا فيها من 30 من 40 من 70 من 100 سنة ده انت يا راجل حياتك النهاردة بقت اسهل كتير وكله شايف موضوع مش مستخبي حتى اللي بيكرهوا البلد حتى الله اللي بيكرهوها في حاجات ما يقدروش يجو جنبها كان الاول بيشككوا مش كانوا بيشككوك في كل حاجة في العاصمة فانكوش قناة السويس فانكوش اللي على مين فانكوش فانكوش مين مصر بتعملش فانكوش مصر بتعمل واقع كل واقع حتى لما جبنا عربيات عربيات القطرات الجديدة وبالمناسبة اهلنا في الصعيد والله ساتريس بيشكروا سيادتك ارتاحوا ارتاحوا انا عارف بقول ايه كلموكوا النهاردة على القطر الروسي ولا القطر المتميز ولا القطر بقى عندهم بدائل النهاردة بقى عنده بدائل بس طبعا بنجدوا سيادة الوزير كامل وزير عايزين قطارات تقف كانت في قطارات زمان بتقف عندنا جاية من القاهرة او جاية من اسوان بقى لها كم سنة متوقفش فقالوا يتمنى وانا يعني اكلم سيادة الوزير كمان ومنجدتهم كمان مهمة المتاح طالعا ما احنا بنوفر للناس وبنيسر للناس يعني نقدر نعمل ده قالك القطر الروسي النهاردة ايه ده كناش متخيلين ده يبقى عندنا على خط الصعيد ما احنا عنين يا جماعة سنين ما كانش عندنا مش اقول مكا لا ما كانش عندك قطر نضيف طب الهالي بتكلموا عليه انا بتكلموا على اهلي بتكلموا على ايه نضفت القطر وقال لهم القطر نضيف قالوا اه طب بتدخل الحمام قالك حاجة يعني كل واحد وراه واحد حد بينظف طب العربيات نضيفها جدا حجزة او من غير كذا قالك حتى لو شوية غالي بس ايه ركب قطر مستريح الاول كنت ركب قطر مش مستريح مفوش يعني مش عايز اقول ناس في الشتاء كانت بتموت من البرد والله الناس كانت بتموت من البرد قطرات بالليل بالذات الناس كانت بتاخدها بالليل قطر الساعة 11 او قطر الساعة 8 8 و 11 تقريبا عشان توصل الصعيد بسهولة تاني يوم 6 الصبح كم تخيل كل ده تبقاعد في درجة ثالثة الشبابيك بتاعتها مكسرة وناس تبقى على بعضها كده وهم عندوش بديل النهاردة بدل القطر اتنين والنظافة لهو ده احترام الناس باحترم المواطن واحترام المواطن يعني ايه ان انا بوفروا تسيرة المواصلات كويسة وسهلة بقول لهم كمان ان شاء الله لما يتعمل سألونا على الطريق الغربي وعملنا حلقة مع نسات الوزير كامل هيوصل عندنا امتى قلت لهم هيوصل طمة طمة دي قابلين على طول السنة الجاية في شهر الستة الجاية عندك يوب اكتر من بديل الطرق طريق الغرب اللي هو القاهرة اسوان كبتاون المفروض لعشر تلاف كيلو متر او الحداشر الف كيلو متر تقريبا اللي معمول هو ده محتاجين ده الناس يا جماعة الناس النهاردة بتتكلم فيه ايجابيات قبل كده الناس كان بتقعد تقول كلام صعب هي دي الصورة الصورة ولسه وانا قلت لأهلنا كلهم ولسه لما يبقى عندنا قريتنا ان شاء الله تتعمل يا رب ان شاء الله المرحلة التانية بإذن الله تعالى ان شاء الله نستحس قرى اللي حوالينا نستحس اللي بعدنا يحس اللي بيتعمل في المرحلة الاولى الشغل اللي بيتم نستحس بحياتها بتتغير اشتركوا في القناة